بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم عندي في المطبخ اليوم جيتكم وصفة جديدة وصفة تركية كيكة تريليشي الوصفة تنهر اليوم وصفة تركية مية بالمية نروح للمقادر تعنا عنا خمس بيضات كاس ناقص اصبح سكر واحدة خميرة زوج مغارف صغار فانيليا كاس ونصف رينا نروح للمرحلة تل عمل تعنا ترجمة نانسي قنقر بعد ما طلعنا وضربنا البيض تعنا والسكر مليح نزيد الفارينة تعنا اللي هي كاس ونصف والباكيتا الخميرة نغربلو الفارينة تعنا لبنات باش لا يدخلها لهوا والقطوة تعنا تخرج طالعا جيم خمرة مليح عاوديكم هنا زدنا شوية تعفا فاني ونطلعو من فوق التحت بلا ما نهودو البيض تعنا غير بالسياس بحافظو عالقوام هذك تعال بيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحط هنا المول تعي بعد ما تنتب شوية زبدة نحط عليه الورق الطاهي تعي لان الجينوال هذه البنات خفيفة نحطوها في الفرن الطيب على 180 درجة ونروحو للمحة التانية نروحو للشربات تعنا لدينا زوزكي سين حليب ونص لدينا فاني لدينا 3 مغارة فتاة سكر وعنا 200 ميليليتر كريم فراش كريمة سائلة نخلطوا المواد تعنا هذو كل بارد في البارد هاكم تشوفو بعد من تخرج الكيكة تعنا نخلوها تريح العم نخلطنا المواد تعنا هذو تكون كيكة تعنا بردد نخلوها تريح وحد الساعة هكذاك البنات حتى نشد روحها مليح عالبها نسخوها هنا بعد ما خرجنا الكيكة تعنا وبردد شوفوا كيف ما نطقبوها بعد طيقة بهذاك انكيورتان ونبدو نسخو فيها بالحليب بتاعنا اللي حضرناه نشربوها مليح كي ما راكم تشوفو هاو ديكم ديكو تيكون ما نخلو حتى برصم انه ما نوصلو لهاش لحليبه شوفوا 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 نروح ودركة لتحضير شونتي تعنا هنا كاسة شونتي نسخ كاسة حليب بارد نضربوهم مليحة لبنات حتى يتضاعف الحجم تحم ونبعد نزينو بهم الكيكة تعنا نروحوا الكراميل تعطفي تعنا على كاسة سكر نضربوه في الكاسرون ونضربوه فوق النار حتى يدوب نزيدو المغرفة ماكلها داع زبدة نحركوها مليح حتى ندوب وتتجانس مع السكر تعنا نزيدو عليها قرصة داع ملح باش نكسروا هذيك القوام تاع الحلاوه ونزيدوها ميات المالي لتر تع كريمة سائلة لبنات نبقى نحركو حتى يتجانس الكريم سائلة مع السكر وتولي قوام المطلوب اللي لنحوسوا عليه نشوفو حركو مليح في النار حتى يدوب هذا السكر كامل نبدو دركة تزين الكيكة تعنا نجيبو الشانتي اللي اختمناها ونحطوها نواسوها هكذا على وجهة الكيكة مليح تاخدو مكسيرات لديكم الاختيار تحبو تخلوها كما هكذا هي الوصفة جاية كما هكذا ونتمو الزوق هنا اشوفو الكراميل كيف هولا تعنا ونزيد نزوقو به نزيد نزيد كراميل 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 نكمل كراميل ونرى في صحن التقديم تحلي تحليه ما شاء الله لا تندموش عليها ويحبها الصغير وكبر شوفوا كيف يشمخة شوفوا الحليب رواسل كامل الجوانب تحليه تحليه ما شاء الله ما كانش واحد كلها وما عجباتوش ان شاء الله تتمنى الوصفة تعليو ما عجبتكم وتجربوها الى المنطقة في وصفة اخرى بحول الله شكرا 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 شكرا